كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة جدا روعة اللي هو الكباب بس مش أي كباب بتاكلوا ألد كباب دقاق بتاكلونه بصراحة بقول لكم طري وزي ما نقول جوسي كده ما تحسونه ناشف رغم انه بس عملت بصدور الدقاق وشوفوا كيف الحاجات اللي كده بتخليه تخلي يعني الكباب حق الدقاق طري ومش ناشف واتبعوا كل حاجة بقول لكم بالفيديو وانتم بتحصلوا على ألد كباب ممكن تعملوا انه مضبوط جدا طبعا هذه الوصفة طلبي أخي قلي عمليلي على الغداء كباب دقاق أنا قلت له أبشر المهم بعد ما أكل أخي الكباب قال البقدونس جدا لذيذ ونسى موضوع الكباب أساسا ولك أنه أكل كباب وهنا المقادير عندي بقدونس وكزبرة بصل وثوم وفلفل رومي البابر وعندي صدور دقاق عندي ملعقة كبيرة سمنة بودرة بصل بودرة ثوم كمان نعناع مقفف وكزبرة وعندي هنا البهارات العثمانية إذا منعش متوفرة عادي استخدموا بابركة حلوة أو حارة هنا أول حاجة بفروم صدور الدقاق أول شيء يجب أن تفرموا محضرات الطعام نعموا أنعم حاجة لما حصلت على كده قوام شوفوا كيف قوام الدقاق ناعم سوى كان دقاق أو لحم تمام؟ الآن شوفوا بنفس يعني محضرات الطعام بضيف الكزبرة والبقدونس بضيف كمان البصل والثوم وكمان بضيف ملعقة كبيرة من السمن تعرفوا ملعقة السمن إيش تعمل؟ ما تخليش الخضار تطلع سوائل عرفتو؟ لأني محتاجة سوائل الخضار تخلي الدقاق تخلي طريق أو اللحمة سواء كان لحم أو دقاق فمهم جدنا أن تعملوا السمنة مع الخضار تخلطوها هذا ما بحتاجوش أنكم تصفوا الخضار الآن بضيف البهارات أول شيء بعد ما فرمت الدقاق فرم الخضار اللي هي البقدونس الكزبرة ممكن تضيفوا فلفل حار لأنه أخي ما يحبش الأشياء السبايسي هنا الآن بضيف البهارات اللي ذكرتلكم البهارات شيء خياري انتم إيش تحبونك هات ضيفه ممكن تضيفه ممكن تضيفه الشكاري ممكن اللي متوفرة معاكم حتى لو عملتنه على فلفل وملح كله بالتسوية بطريقة الطبخ الآن شوفوا أني أضفت فلفل أسوات وأضفت ملعقة صغيرة من البسباس العدني أو معقون الفلفل العدني وهنا كمان عصرة من الليمون والملح والملح حسب الكمية أو حسب أنتم تحبوا الأكل مالح أو تحبوا هذا الشيء راقع لكم إضافة الملح أنا عملت ملعقة صغيرة ممسوحة ملح هنا تمام لازم تدعكوه تمام تمام شوفوا كيف قوامه يعني شوفوا نفس كده قوام يتشكل معاكم إذا أنتم حسيتوا أنه في كتير سوائل في بوز الماء أعرفوا أنه كتير خضار عملتوا خضار أكتر من الدقاغ لا أنتم نازم تكونوا تتحكموا يعني ما تعملوش كتير خضار لأنه حتى طعم الكباب ما بطلعش حلو إذا عملتوا كتير خضار الآن أش بسويه ببخر الدقاغ هذا الكباب ببخره لأني بطبخه على الصاج فحمه مع زيت وغطوه لكن إذا بتعملوه على الفحم ما فيش داعي إذا بتشوه بالفحم ما فيش داعي هذه الخطوة وإذا عندكم الزيت المبخر خلاص ما فيش داعي حتى تبخروا وضفوا ملعقتين زيت مبخر يجب أن يرتاح ويتماسك الآن ما سأقوم بعمل المخلل لأني أحب أعمال مخلل بالبيت وسريع عندي هنا قذرة وخيار أحس المخلل حلو مع الكباب لو ما تعملوه سندوتشات روعة مع الشاورما مع شطاوق روعة المخلل تسووه هذا المخلل سريع حلوين قطعت قذر وبضيف ربع كوب من الخل تمام ونص ملعقة من الملح أو ربع ملعقة من الملح وبضيف كمان نص كوب من الماء أو أكثر يعني من النص بشوية وبقولكم حاجة الملح والخل تقدروا تضوفوا حسب التضوق انتم تضوقوا الماء وهنا عندكم يا أما تضوفوا ملعقة عسل أنا خلطت هنا عندي عسل كده بالقورة باقي شوية أو ملعقة سكر أو ممكن تمرة تمرة صغيرة تحطوه هذا يعطني المخلل طعم رهيب وخلوه يغلي على النار أول ما يغلي طفوه عليه يعني عشر دقائق أو أقل من عشر دقائق وطفوه عليه خلص يكون مخلل جاز خلوه يبرد دخلوه بالتلاجة ولأني أعمل كل حاجة في البيت وكل شي هوم ميد أكيد بعمل العيش حق الكباب بالبيت وألد عيش وأني عملته معاكم باللايف وعملته كمان معاكم لكم فيديو ألد عيش ممكن تقربوا صدقوني إذا ضبط معاكم هذا الخبز مستحيل تاخدوا الخبز من برا مستحيل انتم تعملوا بتعملوا بالبيت من ألد أنواع الخبز أو الرغيف اللي بتعملوا جدا روعة ودائما أعملوا في لايفات التوك توك يعني كل مرة أفتح توك توك أعمل هذا الخبز لأني أعملوا بشكل يومي أو يوم أيوة يوم لا يعني هذا الخبز اللي دائما نعملوا تقدروا تعملوا بالأسمر تقدروا تعملوا كمان بالشوفان بالأبيض تقدروا نص بنص اللي تحبوا تقدروا تحطوه برا حبة البركة والآن تعالوا نقهز سلطة الكباب هنا عندي بصل بضيف له ملعقة صغيرة من الخل وكمان من الملح رشا كده من الملح والماء ماء عادي بارد وخلي منقوع الآن عندي هذه السياخ الكباب تجي سميكة أو عريضة شوية ايش بسويه الآن باخد من ماء البصل باخد شوية ماء البصل هذا اللي بشكل فيه الكباب وبس يكون الماء بارد ميكونش حامي والآن باخد كده الكباب وبحاول اني اقصمه لازم قدر الامكان قصموه بشكل يعني الكمية تكون متساوية عشان تكون الكمية متساوية ايش معمل باقي بكوب معياري او كواب القياس او زبدية او مطيبة وقوصوا في باء وشوفوا كم كرة تجي لكم يعني اطلع لكم كل الاسياخ متساوية شوفوا كيف قصد ما فيش اسهل من كده وذا عندكم ميزان يكون حلو كمان الميزان الآن بابول يدي بالماء البصل وباخد كده كرة وببدأ اشكلها بالصيخ شوفوا كيف اشكلها حتى التشكيل شوفوا له هدف يعني معين انه يخليه يستوي وحاولوا تفردوها شوفوا كيف يعني تساووها بحيط انه يكون كلهم متساوي مش فوق سميك وتحت رفيع وكده يطلع لأ ما بيستوي لكم مش بعين لما تقول تنقحوه يعني تشووه بقها بيكون مستوي بسرعة وقها بتكون عادة لازم تفردوها تمام والآن بليت يدي بماء البصل وبدأ اشكلها شوفوا اقرص عليها ودهوفها لأفوق شوفوا كيف زي اقبصها كده باقبصش زي ما قولوا يعني تقبصوها كده تقرصوها وتدفوها لأفوق عشان كده تتشكل تعرفوا هذا التشكيل ليش مش بس كده نوع ديزاين او شكل لا هذا يخليه الكباب يستوي يعني يساعد على انه الكباب او سواء كان بالشوي او اذا انه يستوي بسرعة يعني لو هدف انه هادي التشكيلات الكرات اللي زي كده لما يقرروا سنة فهمتوا كل ما كان الاسياخ من النوع الحديد او الالمينيوم يعني اسياخ ستانستيل او حديد كل ما كان احلى واحلى لانه تساعد الاسياخ تسخن ولما تقود نشويها يعني تخلي الكباب يستوي من داخل بسرعة شوفوا كيف ابولي يدي بالماء البصل شوفوا كيف اتبته من اول شي لازم تتبتو الاطراف وتساووها تمام بعدين كده تقبصوها وتدفوها لأفوق عشان تحصلوا على ده الشكل عشان نسويها عندي صاق صخنتو اعلى حاجة لازم الصاق يكون حامي بس صخن الصاق بدهنة زيت انتو منحمن شش نقليهو دهنة بسيطة ده كان في زيت كتير امسحوه وبدأوا حطوه الاسياخ بالتدريج كده انتبهو اذا نزل ماء اذا نزل الصيخ ماء بيطلع معاكم الدقاغ نحنا لازم نعملو صدمة وكله ياخد سبع دقائق السواء اول ما يحمر شفتو كيف قلبته الان عندي بسباس عدني او الفلفل العدني مع ماء البصل وبدأ ادهنه اول ما قلبه ابدأ ادهن المكان اللي تحمر يعني اللي حمرته بعد ما قلبته شفو كيف كل ما قلب ادهنه بهذا الخليط اللي عملته اذا ما عندكم بسباس عدني عادي ممكن تعملوا بابركة مع زيت وماء البصل وهنا شفو باقي الكمية كمان اروش بس حاجة بسيطة زيت اني مشتش الكباب ينقلي لا اني شتوي ينشوي واني بقولوكم لا تقولوا ليش هدى نشوي الكباب بالفرن لانه انتم نحنا عملنا بصدور الدقاغ دام نحنا عملنا بالصدور اما فحم بتشووه اما بالصاج لا اذا عملته بالفرن اعرفوا انه بتلاقوا على كباب ناشف الفرن ينشف الكباب ما يخليش الكباب كده طري زي الصاج او زي الفحم الكباب اشتينار عالية يعني حاجة قوية عرفتو كيف والفرن انا اشوفه يخليه ناشف انا دايما اعمل كباب الفرن لما حتى اضوقه اشوفه ناشف اقربوا الصاج جدا يخلي طري شوفوا كل مقلبه ادهنوا بالبسباس العدني الخلطة اللي عملته اول متحمر من جميع الجهات خلاص كل قلتكم الوقت من سبع الى ثمان دقائق خلاص قدوا استوى بعد كده خلاص يكون كل شي جاهز الان بعلمكم خط واحد واشوفوا الخبز الصاج الصاج يكون فيه بو يعني شوفتوا النكهات بحط الباقي البصل مع البسباس بحطه بالصاج وبقي بالخبز كده بضغط عليه ياخد كل الخبز ياخد كل النكهات روعة جدا الباقي الخبز بدهنوا بالبسباس العدني كده بسباس بحطوه على الصاج كده يعطي طعم رهيب ياخد كمان من طعم الشواء اللي عملته الان تعالوا نعمله الطحينة هنا عندي ما شاء الله حق مصر السمسم من المعصرة نفسه اروحنا يعمللي السمسم كده يطحنوا قدامي يا سلام جدا طعمه لديد اخدت كده ملعقة كبيرة من السمسم او الطحينة وعليها كده عصرة ليمون ممكن تحطوه في الفيل اسود وملح فقط وماء بارد عشان ايش الماء البارد تحكموا انتم قواموا انا افضل الماء البارد لانه يخليها كده فاتح لونه الماء الحار يخليه شوية غامقه وبدأ اخلطه طبعا انا يخليها خفيفة وهنا قلت بضيف من ماء البصل لانه في بخل كمان ويعني ماء البصل في بون نكهة فضفت من ماء البصل خلاص عندي الطحينة جاهزة ضفتها قلت لكم رشة الملح والان تعالوا نضيف يعني نبدأ بالتقديم هنا حطت الخبز شوفو الخبز اللي دهنته بسباس عدني ممكن تدهنوه دبس فليفلة عرفتوا ممكن في خلطة اني بأعمل لكم يا حق مشاوي كتير كمان حلوة بعمله بمشاوي اللحم ان شاء الله ما نعمله هنا قبت البصل شوفو كيف صفيته من الماء وعليه شرايح طماطم وكمان بقدونس من غر كزبرة بس بقدونس يا سلام ايش اقول لكم قلت سلطة بتعملوه للمشاوي هدي خاصة تمام وبضيف كمان نعناع مقفف ممكن نعناع فرش وصماق هذا عندي الغامق الاصلي لكن اللي يجي فاتح هذا يجي في بوم الحليمون في بوم الصبغة يعني لكن اللي هو وصماق يجي الغامق هو الاصلي وهنا بخد كده حبة من الخبز وببدأ يعني ابعده من الاسياخ كيف تعرفون انه نجاح الكباب تبتعد من الاسياخ بسرعة من غير ما تلصق بالصيخ اذا حستوها لاسقة بالصيخ اعرفون ان الكباب مستواش اذا كان لاسق بالصيخ لازم الصيخ يخرج نظيف اعرفون ان الكباب مستوي من داخل وخلاص تعملوا سندوتش كباب واو تاكلوا كده ألد كباب بتعملوا انه جدا روعة لازم تقربوا الطريقة انا عطتكم الطريقة والله من كل قلبي واشتوكم تعملوها روعة وصدقوني معا بتشتروش كباب من برع بتكونوا ماهرين بمشوه سوى مشوه الكباب الدقاج او اللحم بإذن الله بعملكم كده وصفات بالسندوتشات وكده مشاوي جدا حلوة تعملوها بالبيت لانه هادي تعتبر اكلات سريعة وتنفع للغدا والعشاء بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو يجب ان تشتركوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم وقولوا الاخي انه الكباب ألد من البقدونس واخي ما زال يقول البقدونس ألد من الكباب ترجمة نانسي قنقر